طيب دلوقتي على أي حال معدنا مع الفقرة اللي بتهم كل مواطن وكل فرد من أفراد العيلة لأنها خاصة بالتغذية وبنهينا بنتكلم على التغذية السليمة تحديداً لأنه ما فيش شك إن ما فيش بيت في مصر ما بيستخدمش الزيوت والسمنة والطبخ وهذه المواد تحديداً في أي أكلة بيعملها حتى أحياناً بيلاقي أكلات غرآنة في الزيت أو يمكن كمان بتتمل بنوع من أنواع الدهون واليكون اللية مثلاً وبالتالي كل ده بيترتب عليه مشاكل وأضرار صحية عشان كده عاوزين نسأل إيه هي نوع الأضرار اللي بتحصل نتيجة زيادة معدلات الزيوت والدهون في الأكلات طيب هل في بدائل للزيوت والدهون وهل البدائل دي صحية وسليمة ولا لا؟ وممكن نستغنى من الأساس عن الزيوت في الطهي ولا لا؟ كل المعلومات دي هنعرفها من خلال ضفنا اللي مشرفنا في الستوديو الضيف العزيز علينا دايماً دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية صباح الخير يا دكتور صباح الفل صباح الخير يعني اللهم لا حسد دايماً بتبهرنا كده كل ما بتغيب عنا أسبوع وترجع في فورما مختلفة تماماً بسم الله شاء الله يعني أنا بحاول بتاكل بزيت ولا مش بزيت يا دكتور ولا بسامنا وإيه الصح؟ خلينا نقول إن الموضوع ده بيشغل دماغ الناس كلها صحيح لأن دايماً أغلب دكتورة التغذية لما بتيجي خلاص هنبدأ نعمل خطة علاجية أول حاجة بيقولك بنبدأ نمنع الدهون أي حاجة هتأخذها خالة دسم تاكل مسلوء أو 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 بشوي آه بالضبط وهنا بتبدأ تظهر مشكلة كبيرة جداً لأن إحنا عندنا أربع فيتامينات مهمين جداً جوه الجسم مرتبطين بالدهون فيتامين A وD وE وK الأربعة دول فيتسوربول أو بيدوبوا في الدهون فمحتاجين إن إنت سيادتك تاكل دهون عشان الأربعة دول ما يحصلش فيهم أي ضرر فبالتالي الدهون مهمة فالدهون مهمة لكثرة التغذية بتلجأ للحيلة دي ليه؟ لأن الجرام الواحد من الدهون بيدي تسعة سعر حرارية وده رقم كبير جداً من السعرات الحرارية فأنا لما أقتص من معليك كمية الدهون دي كلها فأنت هتخص نتيجة عجز السعرات اللي حصل هي دي الفكرة أنا بس بحاول أرتب دماغي الناس عشان نوصل في الآخر لنتيجة لأن الدهون مفيدة وفي نفس الوقت مضر الدهون بتنقسم لشقين شق مشبع وشق غير مشبع ومن اللفظ كده مشبع يبقى التعامل معي يبقى بحذر شوية طب أنا لو هتكلم على القيمة والضرر هنحط عنوانين رئاسيين عايز حاجة فايدة يبقى الدهون اللي جاية من مصدر حيواني عايز حاجة مضرة يبقى الدهون اللي جاية من مصدر نباتي يبقى أي حاجة هتروح تشتريها مكتوب عليها نباتية الدهن فتعرف أن انت هتمر بأزمة صحية نفس الفكرة لو هتشتري حاجة المصدر الحيواني بتاعها لو هتشتري سمنة مصدرها الحيواني اللي احنا بنسميها الزبدة البلدي أو السمنة البلدي اللي هي المصدر الرئيسي بتاعها فأنت بتتعامل مع حاجة صحية جسمك هتعامل معها بصورة كويسة تبقى آلية الضرر بتيجي من الكمية اللي هو اللفظ اللي حددتك قلته في المقدمة والفايدة اللي انت ممكن تاخدها وبتبدأ تعرض نفسك لمشاكل الكلسترول نفل الوحش بقى كده خلاص بيبدأ بقى يحصل مشاكل مع الوقت تركم في زيادة الدهون الموجودة في الشرايين بيحصل الكولسترول بيبدأ يعلى الـ LDL الدهون الضرر الموجودة جوا جسمك بتبدأ تعلى أوتوماتيك وظائف القلب بيحصل فيها خلط بصورة كبيرة جدا لو جسمك أسعفك وانت صغير فمع مرور الوقت جسمك مشايدر يسعفك فهتبدأ بقى تخش تلاقي نفسك عندك 30-40 سنة مريض ضغط عالي مشاكل بقى بتاخد أدوية ضغط وظائف الجسم بتتأثر بصورة كبيرة جدا ويرجع في الأول في الآخر سوء استهلاكك للدهون النقطة مهمة برضو الدهون من الحاجات الممتعة لها علاقة بهرمونات السعادة خلي بالك عشان دي لعبة من اللعب القوية جدا اللي بيلعبها الماركتينج في تسويق الفاست فود أو الوجبات السريعة دايما بتلاقي الحاجة الحلوة هتلاقي علاقة بالتحمير لعلاقة بكمية الدهون الكبيرة جدا لأن الدهون زيها زي الحلويات بتخاطب الهرمونات السعادة فدايما هتلاقي نفسك أنت بتميل شكلها حلوة حتى على الشاشة كانوا جايبين شكلها حلوة يعني طعمها وشكلها شكلها يأكل أصلا لوحده هي دي الفكرة أنت بتاخد البطاطس هي أصلا لوحدها هرمونات سعادة والتحمير بيضيف لها هرمونات سعادة زيادة فأنت لما بتاكل كمية وليلة ما بتشبعش بتضطر تطلب تاني وتالت ورابع ولو ما كلتش النهاردة هترجع تاني لنفس المكان بكرة عشان تاكل الحاجة المعينة فالتعامل مع الدهون مش سهل أنت مش حاجة كده اللي هو أنت هتسحى منهم الصبح تمنعها ولا حاجة هتقدر تسيطر عليها بمنتهى السهولة محتاجة حكمة وتبدأ ترتب دماغك عشان تقدر توصل نتيجة كويسة ده للناس اللي هي بتحاول تفقد وزن أو بتتعامل لكن الناس اللي بتتعامل بصورة صحية فانت خلاص قدامك دعوتي حاجتين مصدر حيواني فانت هتاخد القيمة الغذائية مصدر نباتي بالضبط المصدر النباتي ده من الحاجات السيئة اللي هو بيحصل بقى احنا بناخد الزيوت بقى بالضبط هل الزيت بيعتبر من المصادر النباتية مصدر أقل حدة من أنه يتحول يبقى مهضرج يعني احنا لو بنجيب الحاجة في طقس القوضة انت بتجيب إزازة الزيت بتلاقيها سائلة وبتجيب السامنة النباتية بتلاقيها صلبة اللي حولها هما الاثنين في نفس درجة الحرارة اللي بيحولها من الصورة السائلة بالصورة الصلبة واضافة عنصر الهيدروجين فبيبدأ تتحول للصورة الصلبة هنا بتبدأ بقى تبدأ المشكلة أول ما البني آدم بيحط إيده في الموضوع بتعرف أن فيه خلل صحي ممكن يحصل ومشكلة كبيرة ممكن تحصل فبالتالي السامنة المهضرجة دي احنا هنستسنيها تماما ونستبعدها تماما مهما تقال عنها فهي حاجة بتقدم سؤال بمناسبة يعني على نفس الموضوع تحديدا فيه ناس بيجيب السامنة اللي هي البلدي أو الفلاحي اللي هي بتبقى الزبدة وبيسيحوها وبعد كده يتعاملوا منها عادي بحمر منها حاجة بطبخ بيها فيه بعض دكاترة التغذية بيقول لا كلها في شكلها الأول اللي هي زبدة وحمر منها واشتغل منها عادي لكن فكرة العملية اللي مرت بيها دي بتخلي سعراتها أعلى أو مضرة أكتر مش فكرة سعرات هي بتحصل لها زي النوع من النوع الأكسادة لما بتتحطى على النار وبتبدأ يحصل لها أكسادة الأكسادة دي من الحاجات المضرة جدا والسيئة جدا على فكرة بالمناسبة هي دي اللقطة اللي هو بيقولك ما تحولهاش من الصورة الصلبة للصورة السائلة كل ما بتاخد الحاجة في صورتها الأورجانيك الأساسية الدنيا بتمشي معاك كويس جدا وبتمشي كويسا كل ما بتتطور وتبدأ تدخل نفسك في حوارات مع الحاجة الطبيعية أنت بتحط حمل زيادة عليك ضرر يعني في الصورة الصلبة تمام هتحولها للصورة السائلة مش ضرر بنسبة 100% ولكنك هتفضل تحت رحمة فكرة بقى أنها خلاص حصل لها أكسادة فالأكسادة دي جسمك مش هاستفاد من الدهون دي فأنت بتضر نفسك في الأول وفي الآخر ونرجع لنفس النقطة يعني كلها زبدة في الأول كده كقيمة غزائية بس الزبدة أنت مش هتعرف تطبخ بيها مش هتعرف تقلي حاجة مش هتعرف تعمل كده هي الفترة اللي بتتحقق لا فيه ناس بتعمل ايه بيتجيب الزبدة ده اللي قصود أحمد تقريبا انه بتجيب الزبدة وتتسيح أصلا وتتشال في جنب بقى ويستخدمها بصورة مشتمر لكن الزبدة مش هتعرف يعني تحل محل يعني الزبدة والزيت في حاجات تانية كتير في الطبخ بقى نفسه طيب خلينا سأكس سؤال تاني زيت الزتون فيه ناس بتطبخ بيه هل بيفقد قيمته الغذائية ولا لا زيت الزتون ده نقلة تانية خالص في موضوع الزيوت انت بتتكلم في أرقى حاجة لها قيمة غذائية وفي نفس الوقت مش مضرة تماما وإحنا عارسين ده كواس قوي في علم التغذية وبقت الناس كلها عارفة ان قيمة زيت الزتون وبتبدأ تجري عليه عشان تجيبه وليس بقت عارفة الحاجة الأورجانيكوية زيت الزتون عنده مشكلة بسيطة جدا انه بيوصل لمرحلة الغلايان انه لو بيغلي فبيبدأ يفقد قيمته على المدى البعيد يعني انت مش هتجيبه مثلا وتقول انا حمر في زيت الزتون وتبدأ تسخنه وتسيبه عمال يغلي يغلي ويقعد مدة طويلة لكن لو هتستخدمه مثلا في انك تعمل بيض قملت مثلا او تستخدمه في طهي حاجة حتى درجة حرارة بس ما يوصلش لدرجة الغلايان فالدنيا انت هتستفيد بالقيمة لكن لو وصل لدرجة غلايان عالية جدا هنا بيبدأ الابحاث بتقول انه بيبدأ يفقد قيمة كبيرة جدا عشان كده تلاقي دايما زيت الزتون مرتبط بطبق السلطة او مرتبط بالصورة الطبعية المباشرة اللي ممكن يستخدم فيها زيت الزتون من ارقى الحاجات الموجودة بدأت دلوقتي يظهر زيوت حبوب كتير زي زيت بذر القطن و بذر الكتان بذر الكتان ده بالمناسبة اللي هو زيت الحر على عربية الفول اصلا او بيستخدم في الطاهي و بيستخدم في الاكل بصورة كويسة جدا زيت بذر القطن تمام ما فيش منه مشكلة هي دي القصة في بعض البذور النباتية اللي هي لما بتستخدم زي زيت النخيل مثلا اللي موجود دلوقتي في منتجات كتير جدا زي الشوكولاتة السيحة مش عايزين نذكر اسماء زي الشوكولاتة السيحة زيت النخيل بيبقى جزء اساسي من مكونها ده من اشرس الزيوت النباتية اللي هي بتصنف تبع الدهون المشبعة اللي هي زيها زي اللية زي ما قلت و زيها زي الدهون اللي بتيجي من المصادر الحيوانية فدي حاجة من الحاجات اللي مش كويسة لان الناس ممكن تستخدمها او تبقى موجودة فانا لما الناس بنيجي تتكلم عايزة حاجة صحية دور على الليبل او العلامة اللي موجودة في ظهر المنتج انت بتشتريه اول ما بتلاقي زيت النخيل حاول تبعد عن المنتج ده على قد ما تقدر لان انت تحت رحمة حاجة من الحاجات الشرسة جدا كدهون مشبعة و قوية و على المدى البعيد زي ما قلت لك انت لما بتبقى تحت رحمة الدهون المشبعة دي مدة طويلة تعمل لي و مظيف قلب بتتأثر و القلب بيحصل مشكلة و ضغط الدم بيعلى بصورة كبيرة جدا لانه خلاص الدهون بتتركم على جدار الشرايين فانت دلوقتي عندك عضو زي عضو زي المخ ده بيتأثر بصورة كبيرة فالقلب ما بيستنعش انه يتأثر فبيبذل مجهود أعنف عشان يوصل الدم للمخ فبالتالي على المدى القريب بتبقى مريض ضغط عالي و بيبقى في سبب و في الأول و في الآخر شوية سامنة يعني احنا خدنا دلوقتي كده معلومتين من المعلومات الغذائية الصحيحة فكرة أولا فكرة ثقافة اللي أنا مش أي حاجة كلها أو أتناولها و خلاص فكرة اللي أنا أبص على ظهر المنتج و أشوف لقيت فيه دهون نباتية أبعد عنه لقيت فيه زيت نخيل أبعد عنه لأنني عارف أنه ده قدام مش فيبقى دلوقتي هيبقى ليه أضرار لكن عاوزين نعرف البدائل عاوزين برضو نتعلم من حدك يا دكتور رامي إيه البديل و أنا بعمل أكل في البيت أكل البيت بقى ملوش حاجة هبص فيها وراء و أنا بعمل أكل في البيت أستخدم زيوت إيه في بعض الدكاتر بيقول مثلا الزيت اللي هو السبري اللي طالع جديد مش عاوزين نقول اسم المنتج يعني هل ده برضو صحي ولا لا ولا فيه حاجة من الحاجات الطبيعية اللي موجودة في المتناول الجميع وأقل ضرر خلينا نخدها مقارنات كده لو أنت هتتكلم في سمنة بلدي أو سمنة مهدرجة فالسمنة البلدي هتتفوق وليها قيمة غزائية لو هناخد السمنة المهدرجة اللي هي السمنة اللي بتتبع في السوبر ماركت بالضبط اللي بتتبع في السوبر ماركت و هتحطها في مقارنة مع الزيوت زيوت عباد الشمس أو زيت الدورة اللي هم أشهر نوعين زيت فلا الزيت يتفوق فأنت هتستثني كده احنا خلاص إن السمنة المهدرجة دي بقت سيئة هنا وبقت سيئة هنا فأنت هتستثنيها وتستخرجها تماما وتستبدلها في الطهي بالزيوت طبعا أنا أنا أحطه في مقارنة بين زيت الدورة وزيت عباد الشمس كقيمة لطيفة للجسم اللي يعرف يتعامل معها فهنا هيتفوق عباد الشمس زيت عباد الشمس في الطهي وإنك تستخدمه في الأكل تمام؟ لو هتحط الزيت مع الدهون الحيوانية اللي هي في الأول خالص المصدر الحيواني هيتفوق على الزيت فأنت ممكن تستخدم المصدر الحيواني كوسيلة للطبع ممكن نقول إيه هي الدهون الحيوانية؟ المصدر الحيوانية زي السمنة البلدي والزبدة البلدي والمصدر اللي بتيجي من الحيوانات زي اللي على فكرة بالمناسبة والمصدر دي مفيدة في الطهي آه مفيدة طبعا وزي عندنا نظام كامل معتمد عليها مثل الكيتو دايت معتمد على الفكرة دي كلها اللي بيتيجي بقى من مصادر حيوانية زي البيض مثلا موجود عندك اللحوم الفراخ الحاجات دي كلها مصادر حيائية طيب لو استغنينا عن الاتنين فيه اختراع كده او موضة مؤخرا النساء ماسكة فيها عفوا وهي الـ Air Fryer مثلا ويقولك ولا محتاج زيت ولا محتاج سمنة ده ايه يعني دي حاجة من الحاجات الصحية هو بيحميك من فكرة التحمير والـ Air Fryer بيعتمد على التسوية بعيدة عنك تستخدم فكرة التحمير وحتى الطعم مختلف ما بين دي وما بين دي وان كان برضو Air Fryer ممكن تضيف يعني انت ممكن تستخدم الزيت الزيتون في Air Fryer بتدين بس كده حاجة بصي ايه وبذلت وبدرجة حرارة قليلة وبتاخد بس الطعم بيختلف بس انت بتتقلم في قيمة يعني انت صحتك تستاهل الفرق ده وصدقوني موضوع الاكل ده موضوع تعود مش اكتر انت بتتعود لو بتتعود على الاكل بسمن هتفضل طول عمرك بتاكل بسمن وبتعاني من المشاكل لو تعودت لو لا قدر الله ما رودت بوعكة صحية واكبرك الدكتور انك تاكل مسلوق هتستمتع بالمسلوق وهتيجي ترجع للسمن هتلاقي نفسك تعبت صحيح وهتعب اول ما ما رجع له طيب فيه ناس بتطهي عملية طهي الأرزة او الماكرونا من غير سمنة بديل السلق يعني السلق او على البخار هل ده بيكون صحي فهينا في الحالة دي قدر لنا تناول منه كميات اكبر شوية مش هي انت كده بتاخد كاتيجوري تاني خالص بس هي الفكرة كلها لو انت هتستغنى عن السمن كوسيلة للطبخ فدي حاجة كويسة جدا بس ما تنساش الاربع فيتامينات اللي انا قلت اهملك في بداية الحلقة انت هتعمل فيهم خلط فبالتالي سيادتك ملزم انك تدخل اي مصدر من مصادر الدهون وليكن زيت الزتون على طبق السلطة او لو يكن شوية مكسرات او لو يكن عن طريق البيض المسلوق اللي انت بتاكله ممكن في الفطار فانت لو هتستغنى عن ده فانت مطالب انك تدور على مصادر الدهون زي اللي احنا قلناها تبقى موجودة في يومك الغذائي عشان الاربع فيتامينات دول ما يحصلش فيهم خلل للأسف بسبب عدم موجود الدهون والاربع دول عايزين كل واحد فيهم عايز حلقة الواحدة عشان تدخل تتكلم عن فوائده ومساوقه ويطلع في الاول وفي الاخر الموضوع شوية وعي تعليمات بسيطة ايوة وعي وثقافة يعني انت مش هتاكل النهاردة لقيت نفسك بتاكل مسلوق والصبح مثلا اكلت نوع من انواع الجبنة اللي هي مش نباتية الدهون فانت مضطرة تضيف شوية مكسرات مثلا في وجبة العشاء مضطرة انك تضيف الافوكادو مثلا يبقى موجود معيك في نظامك نصيحة سريع جدا لأي ام دلوقتي بتتفرج علينا وهي بتطبخ كده لأولادها ازاي تقلل من او تعودهم على يعني انهم ما يتعودهم ما يبقاش فيه زيت وسبنة كتير في حياتهم التدريج انها تبتدي بالتدريج ده اهم حاجة وتحاول تخلي الموضوع ده مقتصر على وجبة واحدة فقط لغير ما يبقاش الصبح ان انا بعمل بيض قملت واجي بعد الظهر بعمل الخضار بالسبنة حتى لو كانت صحية واجي في اخر اليوم اعمل لهم اي حاجة فيها دهون احمر لهم بطاطس مثلا ولا اي حاجة فلود الدهون ده هيخليكي برضو تحت رحمة ان الجسم بيطلب كتير فانت بالتدريج لو هتعملي كده يبقى اليوم اللي بعده هيبقى واجبط فطار واجبط غدا فقط لغير اليوم اللي بعده هيبقى واجبط غدا فقط لغير وبعد كده تبدأي تتحكمي حسب احتياج طفلك لو هياكل الصبح محتاجي انه ياكل بيض مثلا قبل ما يروح مدرسته فانت اوتوماتيك هتبدأي تلجأي للسلقة وطريق الطبخ اهدى شوية في الغداء وتمنعي الدهون خالص في فترة العشاء التدريج ده بيخلي الجسم اهدى زي ما قلت لك وانت لما بتيجي تطلب جسمك يطلب حاجة معينة بيطلب على قد ما انت معوده نفس فكرة السكريات بالذات الدهون بينطبق عليها الموضوع ده يعني في الحقيقة دكتور رامي احنا سعداء بوجود حيك معنا وللأسف يعني الوقت الحلو بيخلص بسرعة شكرا دكتور رامي صلاح دين استشاري التغذية العلاجية بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر شكرا لك مرة تانية دكتور